حيث يا دكتور تنورنا كل يوم جمعا مساء الصحة والنشاط يا مرحبا طيب بعد هالمقدمة دكتور نقول أن سمنة الأطفال في هذا العصر هل هي لها علاقة بعوامل الزمن اختلف عن السابق لها علاقة بأمور وراثية أمور جينية هرمونات نبقى تفاصيل أكثر عشان نعرف إيش سبب هالبدان الموجودة والمنتشر عند الأطفال حاليا طيب أنا أحس بالأسى والحزن وأنا يعني أتحدث عن مواضيع مثل هذه حقيقة لأن أنا في الميدان ولنا يمكن أكثر الآن من 25 سنة ونكافح هذه السمنة وهي في زيادة الأسف الشديد خلينا نصدمك بالحقائق الحقائق لا نستطيع حقيقة أن نخفيها الحقائق العلمية يقول في العالم كله شوف من عام 1975 إلى الآن تضاعفت معدلات السمنة ثلاثة مرات ثلاثة أضعاف هذه معدلات كبيرة جدا يعني لا زال الوضع يعني في زيادة سوءا وهذه إشكالية كبيرة يعني يجب أن نوقف الارتفاع الحاد في معدلات الإصابة بالسمنة تحدث عن الأطفال الآن عندنا تقريبا أكثر من 39 مليون طفل المصاب بزيادة الوزن والسمنة هذا هو اللي أعمار أقل من خمسة سنوات أقل من خمسة سنوات 39 مليون طفل على مستوى العالم خلينا نعطيك اللي من سن خمس سنوات إلى 19 340 مليون طفل مصاب بزيادة الوزن والسمنة إذن نحن أمام مشكلة عالمية حقيقة ثلث العالم عالميا نحن نعاني نعاني من زيادة الوزن والسمنة